من تونس ينضم إلينا بلحسن اليحياوي الكاتب والمحلل السياسي سيد بلحسن ربما تابعت خطاب عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري هل ممكن القول الآن أن عبير موسي ستكون هي الممبر في كشف خطورة تنظيم الإخوان في منطقة المغرب العربي وأيضا كشف مخطط وأجندة أردوغان في المنطقة نعم الآن ليس من السهل سواء على عبير موسى أو غيرها أن تكشف حقيقة حركة النهضة حقيقة الدورة التي يقوم بالإخوان المسلمون في تونس الدورة التي يقوم بالإخوان في تونس وفي العالم العربي معلوم بالنسبة إلى الكثيرين ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في مدى إمكانية الحصول على البراهين وعلى الأدلة الدامغة على كل ما يحيكه جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة الآن نعم عندما تقول السيدة عبير موسى أو سواها أن هناك خطر على الأمن القومي التونسي فالمسألة واضحة وبصورة جلية عندما تكون هناك قوى أجنبية تحت الأراضي أجنبية التي هي الأراضي الليبية فليس هناك أي شيء يمنع هذه القوى الغازية من احتلال أراضي أجنبية أي الأراضي التونسية هذا هو الخطر الأكبر الذي يحتق بالأمن القومي التونسي والأمر لا لبس فيه الآن ما قامت بحركة النهضة طوال عشر سنوات يعني هناك الكثير من الملفات ولكن هذه الملفات لم تفتح بصورة واضحة ولم تفتح بصورة دقيقة بسبب سيطرت حركة النهضة على مفاصل الدولة ومفاصل الإدارة التونسية بل وحتى على القضاء التونسي هنا المشكلة الأساسية الآن بناء الحراك السياسي وبناء القاعدة السياسية القادرة على مجابهة الإخوان المسلمين والقادرة على قطع أذرع الإخوان المسلمين في الإدارة وفي السلطة وفي صنع القرار السياسي هي الخطوة الأولى لفضح ما يقوم به الإخوان المسلمين وإلا فإن مسألة يعني عرض اللائحة وتأوى عبير موسي وكل من هو معارض لهذا الدورة الإخواني في المنطقة ما الأوراق التي هي لديهم خاصة مثلما ذكرت أن هذا التنظيم الإخواني أو حركة النهضة مسيطرة تماما على المشهد السياسي نعم هناك العديد من الملفات إذا بدأنا منذ حتى 2012 و2013 هناك العديد من الملفات بدءا من ملف تسفير الشباب إلى مناطق التوتر في العالم العربي ملولا بالاختيالات السياسية التي شهدناها إلى تونس وإلى حد هذه اللحظة لم نتمكن من قشف الحقيقة كاملة إضافة إلى ما عرف مؤخرا بقضية الجهاز السري لحركة النهضة زد على ذلك أن هناك الكثير من القضايا من ملفات الفساد المالي والفساد السياسي الذي لم يظهر بعد إلى العلن ولكن أصاره بادي على الجميع كل هذه القضايا كفيدة يعني بكشف الحقائق الأدوار التي يقوم بها بعض الأفراد سواء يعني الآن أن نضع كل الإخوان المسلمين وأن نضع القاعدة التي ترى في الإخوان المسلمين هم الحزب الأمثل في سلة واحدة هذا أمر يكون خاطئا وهو أمر حتى على المستوى السياسي في ظل الحراك الراهن ضد الإخوان في المنطقة الآن نتحدث عن صناعة القرار السياسي ليس فقط في تونس وإنما في منطقة المغرب العربي هناك حراك ضد التنظيم الإخواني ضد التدخل التركي في المنطقة والأجنبي جزائري تونسي وأيضا مصري هل ممكن هذه الصرخة اليوم أو هذا الخطاب اليوم سيكون بداية حقيقية لنهاية التنظيم الإخواني في المنطقة نعم إذا كان هناك تنسيق بين هذه البلدان حول ما يتعلق بالقضايا التي يمد فيها الإخوان أيديهم اليوم القضية الكبرى والمعركة الكبرى أو الساحة الكبرى للمعركة هي ليبيا إذا تمكنت هذه البلدان بدل من الجزائر منورا بتونس وخاصة مصر من توحيد جهودهم حول ما يحدث في ليبيا سوف تكون المعركة بين البلدان العربية وبين تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا هي المعركة الأخيرة وهو الذي يؤدي إلى نهاية الإخوان المسلمين ولكن إذا تمكنت حركة الإخوان المسلمين من تسجيل نقاط بفضل الدعم التركي وبفضل الدور القطري في ليبيا فسوف تكون أمامنا سنوات عصيبة أخرى حتى نتمكن من حشد أو من تجهيز معركة فاصلة بين الأنظمة العربية وبين منظمة الإخوان المسلمين شكرا جزيلا لك السيد بلحسن اليحياوي الكاتب المحلي السياسي كنت معنا من تونس